أخذ بقى الإجابات على الأسئلة ونستمع لو في أسئلة جديدة عندك وتقدروا تتصلوا أختنا أم إسراء بتقول فيروس سي في بدايته نقولها شفاك الله وعفاك العلاج هل في علاج بيزهب المرض؟ والله لو اتبعت الكلام اللي بقوله الفيروس ضعيف جدا يا أم إسراء 30% من المرضى بيخفوا رباني بدون أي تدخل باشر يعني غير حتى المرضى ما بيع أحيانا كتير المريض ما يعرفش أنه مصاب يجيله الفيروس ويخف من غير ما يعرف وده من رحمة الله بين النظام الغذاء اللي فيه نبعد عن الدهون نبعد عن المواد الحريفة بنبعد عن المقليات والمحمرات والحلويات ونمارس الرياضة كل يوم نصف ساعة بنقول ومارسة الرياضة يوميا نصف ساعة بتؤثر على وظائف الكبد إيجابيا تتحس والحالة النفسية علشان الحالة النفسية بتخلي منعة الجسم قوية ففي عندنا خلايا من المناع اللي ربنا خليها في جسمنا اسمها تيليمفوسايتس دي بيتواجه الفيروسات أما يكون الواحد باله مرتاح وهادئ ومطمئن وراضي لكن المريض اللي قاعد جزع وخايف وأنا هيجرالي وهيجرالي بنقول له لأ الشفاء يعني بيتأخر شوية أنك ما تجزعش ما تخافش ربنا سبحانه وتعالى قادر على شفاءك لأنه هو الشافي هو ربنا اللي يقول إيه وإذا مردته فهو يشفيه وتخلي ربنا أحن عليك من أمك وأبوك أحن عليك يا أم إسراء فتخلي لو والدتك في إيديها العلاج هتمنعه عنك؟ طبعا لا فتخلي العلاج بقى في إيد ربنا مش يمنعه عنك بس إيه اسألي ربنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعاني هتدعي ربنا بالشفاء وتدعي لكل مرضى مش يقول المسلمين بس عشان الناس يقول لأ إن ربنا ورحمته واسعت كل شيء فإدعي لكل مريض والكل مبتلى لعل الله يتقبل منا ومنك ميرفاك ملفايون بتقول بقعس